ابدأ بشرب ماء الكركم على الريق يوميا وشاهد ما سيحدث لك في اليوم الثلاثين شاهد هذا الفيديو حتى نهاية وشاركوا مع أصدقائك ليستفيد الجميع تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع ماذا يحدث لجسدك إذا شربت ماء الكركم كل يوم هل اشتريت الكركم أو مسحوق الكركم من قبل؟ هل لديك فكرة على السبب وراء احتياجنا له؟ يستخدم الكركم كتوابل وصبغة وعلاج منذ وقت طويل مضى وهو ينمو في المناطق البلدية بالهند وكامبوديا والصين واليابان وبعض المناطق الأخرى ويؤد الكركم من التوابل العالمية التي تستخدم للبالغين والأطفال شاهد معنا هذا الفيديو لتدرك الفوائد العظيمة لهذا النبات السحرية ومن بعدها لن تحتاج إلى الطبيب مطلقا تجربتي مع شرب الكركم على الريق يعرف معظمنا فوائد شرب الماء الدافئ على الريق في الصباح إذ ينظف الجسم من الداخل ويطرد السموم من الجهاز الهضمي ويعزز عملية التمثيل الغذائي وينقل جلد ولكن ما لا تعرفه هو إذا قمت بإضافة كمية صغيرة من الكركم إلى الماء الدافئ فالتجربة مع شرب الكركم على الريق أفدتني كثيرا لذا قدت أن أشرب كوب من الماء الدافئ مضافا إليه الكركم كل يوم في الصباح أولا تحسين نظام المناعة يوجد في الكركم العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة في الجسم وتقالل من خطر الإصابة بالبرد أو الانفلونزا أو غيرها من الأمراض الخطيرة وبين المستحسنة بالتأكيد شرب الكركم على الريق بانتظام وخاصة في أشهر الشتاء للمساعدة في الدفاع عن الفيروسات التي تنتشر على لطاق واسع في الأشهر البالدة ثانيا تحسين الهضم يشجع الكركم على إنتاج الصفراء وغيرها من الإنزيمات الهضمة التي تساعد الجسم في الهضم السليم للأغذية وعندما تبدأ يومك بشرب الكركم على الريق بأنك تقوم بإعداد الجهاز الهضمي لبقية اليوم لهضم الطعام بشكل صحيح ثالثا يقلل من الألم المرتبط بالقولون العصبي أشارت إحدى الدراسات أن الكركم يمكن أن يقلل من الوقت اللزم لإفراغ المعدة ويقلل من الآلم النتجة عن متلزمة القولون المتهيد رابعا يساعد في خفض الوزن شرب ماء الكركم على الريق يمنع ترقم الدهون في الجسم فهو مفيد جدا لعملية فقدان الوزن بالإضافة إلى أن مسجل قليل من الكركم في الطعام له فعالية كبيرة في منع تشكيل الأنسجة الدهونية حيث أنه يفيد بشكل كبير في التخلص من الدهون المتراكم على مختلف عضاء الجسم مثل أسفل البطن والفخذين والأرداف خامسا يقلل الالتهابات يمنع شرب الكركم على الريق الالتهابات مما يمنع ترف الأنسجة وهذا يمنع أو يخفف ألام المفاصل والتهاب المفاصل لذلك بالنسبة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل يعتبر كوب دافئ من الكركم بداية رائعة لليوم سادسا يحسن صحة البشرة الكركم له فوائد عديدة للبشرة فهو يعمل على تنقية الدام بشكل صحيح ويزيل السموم من الدام إذ يحتوي الكركم على خاصية مضادة للأكسيدة تحمي البشرة من الجذر الحرة وتساعد في تفتيح البشرة بشكل عام وتطفي تواهجا صحيا سابعا الكركم يحمي خلايا الدماغ يقلل الكركم من فرص تطور مرض زهايمار إذ وجد العلماء أن الكركمين الموجود في الكركم يتعارض مع عراض مرض زهايمار عن طريق منع تكوين مادة بيتا أميلويد وهي مادة بروتينية يعتقد أنها تسبب فقدان الخلية والأنسجة بالإضافة إلى ذلك الكركم يقلل التهاب الأنسجة العصبية ثامنا يقلل من خطر السرطان الاستهلاك المنتظم للكركم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة والسرطان بشكل كبير الكركم هو أحد أفضل الطرق لمنع الأورام الناجمة عن التعرض للإشعاع تاسعا يحافظ على صحة قلبك يرتبط الكركم بالخفاض مسويات الكوليسترول والوقاية من تصلب الشريين وقد يساعد الكركم أيضا على الحماية من الجلطات الدموية التي تتطور على الجدران الشريين عاشران يعالج مرض السكري يحتوي الكركم على العديد من المواد المضادة للأكسدا وتلك المواد تقلل من مقاومة الأنسولين وتخفف من سواه في الدم بالإضافة إلى ذلك فإن الكركم يسيطر على مستوى الجلكوزة مما يزيد من تأثير الأدوية التي تستخدم في علاج مرض السكري وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الكركم مع عدوية السكر القوية سوف يكون له أكبر الأثر في الخفاض نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ وذلك كما أثبتت بعض الدراسات كمية الكركم التي يمكنك استهلابها يمكنك استخدام ربع ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب واحد من الماء الدفئ ويمكنك أيضا وضع الكركم في ماء بالليمون والعسل وتكتفي بكوب واحد فقط في اليوم ويفضل أن يكون على الغيق احتياطاته يجب مرعاتها عند شرب الكركم على الغيق على الرغم من أن الكركم يعتبر آمينا عند تنوله في الجرعات المصابها إلا أنه يجب على النساء الحوامل تجنب تناول الكركم على الغيق عن طريق الفهم لأنه قد يحفز الضحم مما يؤدي لحدوث انقباضات مبكرة بالإضافة إلى ذلك إذا كان لديك أي مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الرجاع المريء فيفضل أن تتحدث إلى طبيبك قبل استخدام الكركم شاركنا تجربتك إذا كان لديك تجربة مع شرب الكركم على الغيق فشاركنا تجربتك من خلال وضع تعليقك أسول الفيديو لتعوم الفائدة على الجميع دمتم زالمين ومع تمنياتنا لكم بذوام الصحة والعافية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته